قاضية وسياسية ومناضلة بهذه الصفات تطمح كلثوم كنو إلى دخول قصر قرطاج الرئاسي من بابه العريض تعتمد في ذلك على شعبيتها وجهودها الزمن بن علي من أجل استقلال السلطة القضائية رغم أن حظوظها متواضعة مقارنة بمترشحين آخرين رأني اليوم كثم كانو مترشحة مرأة صحيح وأفتخر وأني مرأة ولكني مش مترشحة خاترني مرأة مترشحة خاترني تونسية مواطنة كيفي كيفي الراجل عندي منقول وعندي معناها ما نجم نفعل في اتجاه أنه نهزوا البلاد نحو التقدم نحو الاستقرار إن شاء الله كما تعاون رئيسة القضاة سابقا على مناخ نسوي متكامل ذلك أن المرأة التونسية تتمتع بالكثير من المكاسب التي كفى لها لها القانون ومجلة الأحوال الشخصية لكن الإشكال بالنسبة للمرأة بقى في أنها لحد اليوم مرناش عدد كافي من نساء في مواقع القرار لا داخل الأحزاب السياسية لا في النقابات لا في الحكومة أو حتى ولا في رئيسة الجمهورية تشكل مشاركة كنو في السباق الرئاسي خطوة غير مسبوقة رغم أن الكثير من النساء تبوأنا مناصب عليا في عهد الرئيس السابق بن علي كانت المرأة تستعمل كديكور لإبراس حدثية نظام بن علي الجديد حسب ما أعتقده الآن هو أن المرأة التي ساعدت إلى البرلمان التونسي اختارها النخب حقيقة لما هي وبطبع للحزب الذي تنتمي إليه ولكن كيف ينظر المواطن أو المواطنة التونسية إلى مسألة ترشح سيدة في دولة عربية وإسلامية إلى منصب الرئاسة الرئاسة الجمهورية لازم نعجل فمتطورش بش مرأة تناجم تحكم في بلاد كاملة معا؟ عن خطر ولد عندها نفس الكفاءة العلمية المرأة التونسية عندها الحق بش تشارك في الرئاسة شوفوا نحنا أقوى بلاد من البلدين العظمى في أوروبا ألمانيا رئيستها مرأة ديما عنصر القوة مطلوب رأة في الرئاسة ورغم تباين أراء التونسيين فإن مجرد دخول كالثوم كنو في السباق الرئاسي يعد حدثا سياسيا في حد ذاته يعكس الحراك الديمقراطي الذي يشهده المجتمع التونسي بعد ثورة الرابع عشر من يناير حراك عززه دستور الجمهورية الثانية والانتخابات التشريعية الأخيرة أفا زيان بي بي سي